اشتركوا في القناة 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 سوف اضع الفول عليهم عايزة بقى تهرسيه مثلا او حاجة براحتك خالص عايزة تخليه كده الفولة بفولتها زي ما انت عايزة نرش بقى تاني ملح وفلفل تاني كمون وكسبرة بس كده هتخلص الفطر هوى واكلة حرشة يا جماعة بتحفل مش اي حاجة بقى بصراحة يعني جميل كده انا عايزة بس ايه يغلي كده ويسخن كويس قبل ما نقله في الطواجن اشيلي الكلام ده كله بقى هنا مهارة هنا اهو يس كده معي بقى الطاجن الظريف مستعد للا ايه ان هو ياخد الفول بالحضن كده اهو عايزة تحطيه له معلقة صلصة مثلا كمان تدي له لون احمر اكتر ممكن بس انا بالنسبالي انا ده كده هايل قوي بكل النكهات فيه والطوم وبسيط يعني البساطة بتاعته بجد هيدي سر طعمه يعني الحاجات الكتير قوي بتخلي الحاجة طعمه غريب ممكن هو بسيط قوي مفوش اي حاجة وطعمه تحفن الاخر بقى كده اهو فانا عايزة بس اشوف غلوة واحدة وقومني الاف الطاجن ومدخلها الفورن على درجة حرارة متين سخني يعني يدوبك مثلا هنقر بالكتير قوي ربع ساعة بيبقى تماما كده بقى ايه ممكن نخطه في الطاجن ريحة التن مع الطماطم بقى يعني يا جماعة عالمية واللي ايه كمان ايه عاملة قلق الفورن بقى ايه هيخليه الميا اللي فيه دي تنشف شوية كده هيبقى ايه ماسك نفسه محل بلاش نتخلص من الميا دي علشان هي دي لو مش موجودة ودخلنا الفورن هيبقى ناشف قوي لكن هو مع دخلة الفورن بالميا اللي فيه دي تتبقى احسن هو اصلا كمان لو لقتيه ناشف معاك يبقى زوزينه شوية مياه سخنين عشان يبقى فيه سوس كده ان قعدته في الفورن ما تخليهوش ينشف اكتر لا يبقى فيه السوس بقى ساعتها يعمل قلق معاك زي ما هو كده هدخله الفورن بس انا ايه عشان هو سخني جدا هفتح الفورن الاول ودخله بقى ايه ياخد لنا الوش الظريف بس كده هنعمل طاجن عجة لطيف جدا وسهل برضو اخر حاجة بصوا معايا بصلايا مبشورة مبشورة ناعم معايا فصين من التوم المفروم معايا طماطم طماطم متقطعة كده قطع صغيرة معايا برضو فلفل رومي متقطع صغير تقريبا بقى هنقول ايه نص ربطة او يمكن اقل شوية من ايه بقى شبت بقدونس كسبرة تمام اه ممكن كمان لو عايزة ما تحطي الشبت والكلام ده كله تحطي بقدونس بس مفيش مشكلة يعني حسب ما انت واخده بس انا ايه يعني انا هنا معايا شوية بقدونس بس تمام انت عايزة تحطي شبت عايزة تحطي كسبرة اي واحدة فيهم او هم التلاتة كله هينفع ملح وفلفل معايا كسبرة نشفة معايا كمون تقريبا 6 بضاط 3 معلق كبار من الدقيق تمام معايا معلقة صغيرة من بيكربونات السوديوم ان هي البيكينج سودا بيكربونات السوديوم اللي احنا بنحطها في الطعمية تمام نعلاق صغيرة مع الخليط ده كله هتبقى عجة فضيعة هنروح لفاصل بسرعة جدا ونرجع بقى نعمل العجة سوف اعود خليكم معانا انا جيت هنعمل دلوقتي بقى العجة هقولكو تاني افكركم بالمأدير ايه بالضبط مأدير ومكونات بسيطة جدا نعمل عجة في منتاز سولة ونخلص على طول كده على الفطار بصوا معايا بصلايا مبشورة ناعم معايا فصين من التوم المفروم معايا طماطماية متقطع مكعبات فلفل رومي متقطع برضو مكعبات فلفل رومي اخضر او ممكن فلفل الوان يعني حسب الكمية اللي عندك معايا كمان نص حزمة بقدونس او اقل شوي يعني ثلاث معالق كبار من البقدونس المفروم وزي ما قلت ممكن تستبدلي البقدونس بشبت بس او كسبرة بس او تعملي ثلاث معالق دولة خليطنا بينهم هما ثلاثة زي ما تحب معايا ملح وفلفل معايا كسبرة جفة معايا كمان معالق صغيرة من الكمون تقريبا ست بطاط عليهم ثلاث معالق كبار من الدقيق ومعايا كمان معالقة صغيرة من بيكربونات السوديوم وبس خلاص طبعا تقدر تضيفي للعجة مشروم لحمة مفرومة بواقي لحمة بواقي فراخ هوت دوج اي حاجة ممكن بسترمة كمان اي حاجة عايزت تحطيها مع العجة مفيش مشكلة انا هنا مسخنا النار بطاطة خد شوية زيت كده وايه هو عايزة انزل بالبصل اخد له كده في الشويحة كده اهو وبعد كده بق معايا الفلفل حط الفلفل اخده كده بس التشويحة كده اهو معايا عايزة اجيب بق الطماطم والتوم وكنان البقدونس والكمون والكزبار كده هنحط الطم كان احنا عايزين ندبل الخضار زي ما احنا دايما متفقين انا اشم ريحته بس ابتزي على طول احط اللي بعده عشان ما يلونش ها اول ما ايه قلقوا بطريقة التوم هنزل على طول بالطماطم ممكن بقى عندك بواقي لحمة مفرومة بدل ما تشلقيها لحاجة تحطيها فيها ارمي هنا معلقة ولا اثنين برضو هيبقى ظريف جدا مع العجة هيبقى ظريف جدا مع الملح بقى ظريف جدا مع الملح تنفل هنضع الكزبارة وكمون هذا ده هده هذا ده هده الحتها حلوة جدا خصية معي بقى البقدونة تقليبة كده بس واحدة وعايز اجيب بقى بولة وليكن هذه البولة مثلا كبيرة الخليط اللي انا شوحته ده ومنزله هنا كده في الطبق هنا كده ومعي بقى هنا ايه تقريبا ست بضات او ممكن اكتر مفيش مشكلة خالص هحط عليهم ملح وفلفل نجيبهم هنا كده جنبي ملح فلفل وعايز اجيب مثلا وليكن شوكة هضرب بقى البيت ده كده كويس قوي اول خمس بضات عليهم معلقتين كبار من الدقيق فانت لو هتزودي بزودي شوية دقيق كمان احنا عايزين الخليط كده ثميك شوية هوريك دلوقتي سمكه علشان تقدر يتزبطي لان طبعا البيت احجام ممكن تبقى عندك بيط بلدي صغير مثلا او بيط كبير فاحنا عايزين سمكة معين علشان تبقي متطمنة كده ان هو تمام الدقيق هرش عليه رشة ملح ورشة فلفل خفيفة وبيكربونات السوديوم اللي هي البيكينج سودا بيكينج سودا بتتبيع في السوبر ماركت في ازايز او في اكياس مع التوابل او هتلاقيها عند العطار موجودة هنا وموجودة هنا حط كده معلقة صغيرة على معلقتين الكبار بتوعي الدقيق ورشة ملح وفلفل والبيت هنا برضو بعد ما رشيت عليه ملح وفلفل بخفيفه كده بالشوكة واحط له بقى ايه خليط الدقيق ده كده اهو وايه وهقلب لو حاسف ان هو تقيل وعايز يخف شوية ممكن نزور له شوية مية كده انا شايفة كده ان هو صمك كويس او مش محتاج ان انا احط له مية او حاجة لاننا بس الحاجات دي نجيب مثلا صانية بايركس او لو انت بقى عندك صانية شيك مثلا كده آآ آآ صمكة هيكون رفيع مش عالي يعني ايه اللي عندك عشان تعملي فيها العجلة هنحط بقى البيت ده على الخضار كده اهو معايزة بقى ايه اقلب كل الكلام ده مع بعضه كده اهو وهروح على الصانية اقوم فردة العجة الظريفة طبعا احنا حطين بكاربوناتو فايه هتخليها تنفش وتعلى وتبقى ايه كمان ادخل من كده هتدخل فرن سخنة على درجة حرارة مية وتمامين هتخد لها تقريبا عشرين دقيقة او حاجة بس انت هتلاقي شكلها اختلف تماما وطبعا البيت مسك معاها وواضح جدا انها ايه استاوت هتقوم يمطلعها بقى مقدمها ان شاء الله انا هدخلها الفرن برضو بس عايزة بص على طاجن الفول واتطمن عليه برضو يا شباب يا سلام بصوا بقى تحفظ ازاي يعني وريحته بقى كمان رهيبة يعني هو كده خلاص طاجن الفول ده مش عايز اكتر من كده انا عايزة اشيله بقى بحرص لانه سخنة جدان جدان عشان اخبت العجة بعد كده اهوانة كده خبر على ريحة الطماطم ملية فيه مش معقولة تعالي يا عجة بقى انت يدخلي الفرن نعمل هزي الاشياء وعندنا بقى الوصفة التالتة زاريفة خالص وبردو سهلة زي بقية الوصفات هنعمل الفطير بالسكر الكدابي يعني ايه هو كده حرام طبعا كلنا عارفين موضوع ده بس هنسهل على نفسنا ونعمل بقى فكرته لطيفة جدا وسهلة عندنا فاصل دلوقتي ولا حاجة لسه قدامي وقت لسه انا قدامي وقت قد ايه طب قولي يا سازة اصلا يا خبر طيب اقول لكم المقادير ونروح فاصل ونرجع بسرعة عني الحق نعمله فطير السكر الكداب كداب ليه عشان احنا مش هنعجل احنا هنستخدم بداله الجلاش فانا معايا لف الجلاش معايا سكر بودرة معايا مثلا بقى بواقي بسبوسة بواقي كنافة شوية مكسرات اي حاجة عشان نحشي بيها الفطير الفطيرة معايا كمان كباية لبن بس تكون سخنة ومعايا بقى ايه بولة كده صغيرة خليط ما بين السمنة والزبدة او السمنة والزيت او كده يعني براحتكم او الزبدة والزيت عشان بس تدي طعم حل وبس وصفة يعني في مدها السهولة هنروح فاصل بسرعة جدا وسوف اعود خليكم معايا عشان نعمل بقى الفطير بالسكر موسيقى 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 شكرا 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 شكرا